انطلق موسم جني التمور بولاية كبلي بتوقعات نهزت 265 ألف طن أي بزيادة تقدر ب7% مقارنة بالموسم الفارط موسم تميز بنصقه البطي على مستوى البيوعات مع ظهور بعض الأفات التي أثرت على جودة المنتوج ربي بالجاي هذه السداية العنكبوتة التي أثرت الانتاج بصيفة غريبة يعني كانت النوعية سبحة قبل حتى يكون فيه شوية رقة ولا كذا جت الجايحة هذه يعني بدلت لها تمنظر دواء غالي ودواء مفقود وبرشة برشة إشكالية الصيانة الصيانة قد بثلاثة أربعة شهور الميل عندك النقلة حيني يلزمها ديمة الخدمة وديمة كل شيء والصابت حيني ما عملينك عن نقلة ثم مسؤولين لهنية ساعات تمشينهم وكل شيء تو غدوة تو غدوة تو نجوة تو كذا صابت هذا الموسم اعتبرها فلاحون في زواء هي مواصلة لنفس الإشكاليات والصعوبات المتكررة التي يعانيها الفلاح في كل سنة ما تمشي أقبال السوم مرة يقول لك أهم سموه بثلاثة وخمسة والناس خايفة أنه يهبط بالعكس يزم يزيد خاطر أنه يغطي على الأقل شوي مصاريف للفلاح قطاع التمور منها هيدور بعملة صعبة لفايدة خزانية الدولة وهو لعب دور أساسي في الميزان التجاري للبلاد لكن اليوم بعد سنوات من الانتاج في قطاع التمور الفلاح يلقى روحها منها منفرد ما تمشي حاطة من طرف الدولة وخاصة كما تعرف كما ذكرت لك هو الجايحة متاع البفروة والذي وقع إحداث صندوق الجواح ولكن ما نشعرف كيفية صندوق الجواح ما يدخلش منها في هذه المناسبة الأقليم الجنوب اللي هي ولاية قبلية خاصة وتوزر اللي منها تعتمد في إنتاج التمور هذه إن شاء الله منها في القريب العاجل منها الدولة تلافها النقصة ذاية وتوقف مع الفلاح باش نجم يواصل في الدورة الاقتصادية بهذه الجهات رغم وفرة الإنتاج ذو الجودة العالية إلا أن أقبال التجار لا يزال غير المأمول حسب ما أكده الفلاحون مازالت الحركة ما هي شيء كما يمغي في السابق واحد يدور يشير في المجبوذة واحد يدور يشير في الشباب وحركة ماشية أما بالنسبة للسنية مازال ما زال ما حد شيء صابت التمور والتي تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية الغير مسبوقة التي عشتها مناطق الإنتاج بالجنوب واحد من العوامل التي انضافت إلى عديد الإشكاليات والصعوبات التي يعانيها القطاع الفلاحي والتي تتطلب تضافر كل جهود للمحافظة على قطاع يمثل مصدرا حيويا لخزينة الدولة من العملة